التي ربما تواجه حتى انتخابات الرئاسة وهي المسألة المتعلقة باستمرار إضرابات لدى بعض الفئات نقابة الصيادلة نظمت مؤتمر صحفي بدار الحكمة اعتراضا على تجاهل مطالبها في الحوافز الأخيرة تم عرض آليات للتصعيد ضد الحكومة قررت النقابة أن يوم 26 فبراير الجاري سيتم تنظيم إضراب للصيدليات الأهلية وسيتدعى الجمعية العمومية للنعقاد يوم واحد مارسة كاميرا مصر في يوم كانت هناك ورصدت جانبا من هذا المؤتمر الصحفي مشاهد لن أسمح بأن السيدالي اللي عمل الدواء في شركات القطاع العام واللي عمله في شركات القطاع الخاص ينظر إليه على أنه هو واحد وقف قدام المكان السيدالي في مصر ليه دور غير اللي وزيد صحف أهماء قرر مجلس نقابة صيادلة مصر اعتصام في حديقة النقابة العامة للسيدالة بدءا من ظهر اليوم 9-2014 وسيدعو مجلس النقابة السيدالة بالالتفاف عليهم بقيام الاعتصام اضراب جزء للسيدالة الحكوميين يوم الأربع من كل إسبوع كانوا اتفقوا منذ سنتين أو أقصر من ثلاث سنوات على مشروع الكادر وفقنا بتنفيذ قانون مختلف تماما ينقل قانون الحوافز يعتمد على التقييم 90% و80% أي يغضع للأهواء وهذا ليس في مصلحة السيدالة والأطباء نفسهم مضطردين عليه عندنا انتفاضة السيدالة للمطالبة بحققهم اللي هي رقم واحد كادر طبي عادل رقم اتنين إنشاء الهيئة المصرية للسيدالة والدواء والانفصال عن وزارة الصحة اللي احنا بنطلق عليها وزارة الأطباء واللي لا تعير السيدالة أي اهتمام وفي متبعان القصة التي أثرناها بالأمس قصة الإسكندرية وتابحة الحضاري الإسكندرية التي تميزت بعدد من الفلل والفنادق والمباني اللي بتشكل جزء ليس فقط اشتركوا في القناة